عياء عطيرة صباح الخير مدخل بعنوان حن آرنت والمعركة مع الشمولية مقاربة سياسية تتميز الشمولية بخفيف الفردانية من الفرد الحدث الشمولي سلبي بشكل بحث انه يدمر السياسة والانسان ومعيط العالم قد عرفت حن آرنت المولودة سنة 1906 والمتوفي سنة 1975 ما بين ألمانيا والولايات المتحدة من عائلة يهودي بكونها عالم تجتماع وفلسوفة في السياسة والإيتيقة ولكن عرفت عرفت أيضا وبشكل كبير بمنهضاتها للشمولية فالمقصود بذلك الشمولية كيف تمكنت من تفكيك هذا الشر السياسي لماذا اعتبرته شر سياسي وعملت على تفكيكه ولي اختفت الشمولية بعدها يعني بعد هذا التفكيك النظري على السعيد العملي هل اختفت الشمولية أم أصبحت وملا زالت وعيد نفسها في أشكال مختلفة سواء أنظمة الديماؤوجية أو الأنظمة العسكرية أو الأنظمة يعني الشعوبية أو غير ذلك أصول الشمولية والعمل العظيم لهذه المفكرة ما بعد الحديث كتبته وكتبت أصول الشمولية بينه يعني عام 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية العقل الخامس من منتصف القرن العشرين أي سنة 1949 وظهر على شكل ثلاث أجزة ثلاث كتب في عام 1951 وطرحت فيه مجموعة من الأسئلة بما فيه من الأسئلة التالية ما هي أصول الشمولية؟ ما الفرق بين الشمولية والديكتاتورية؟ وهي عملت على هذا التمييز أن الشمولية ليست فقط هي الديكتاتورية وإنما شكل منها الأشياء الدكتاتورية شكل من أشكال الشمولية هناك أشياء أخرى في الشمولية عندما ظهر العمل في عام 1951 لم تكن أرانة معروفة لعامة الناس كفيلوصوفة وكعالمة الاجتماع وكمفكرة وكفكرة ما بعد حديثة قد كان الكتابة الأول يعني هذا الأصول الشمولية ونتيجة خمس سنوات من البحث الأكاديم الشيق وسأترقبه مؤلفات فلسفية أخرى متنوعة أنت سياسي نقضي غازير والحق أن الشمولية هي كلمة جديدة تقريبا سيكون عمل الفلسوفة هو تعريفها وتمييزها عن الاستبداد من جهة وعن الدكتاتورية من جهة أخرى ووجدت حنى أران في وقت متأخر تعريفا يعني يعني اعترافا اعترافا بجهودها يعني بجهودها وإضافاتها خاصة لما يعني مزجت عند تعريفها الشمولية بين الإديولوجيا والإرهاب لم ترغب أراندت أبدا في الدخول في اللعبة السياسية التي تسببت في تدفق الحب حولها ما هو الأهم بالنسبة إليه هل دعاية بالنسبة لحزب الواحد أم شيء آخر بلوغ الحكم لا ندري بالنسبة لأراندت المهم هو الإديولوجيا ومنطقة فكرة في الشمولية الفكرة التي تنفصل عن مهيط العمل للأفكار التي تنتهي بيني منطقها الخاص الذي يصبح عبثا في هذه العملية لا معقول تشعر الفيلسوف بأنها لم تعد تتعرف على الأشياء التي يمكن أن تمنح على مستوى تجربة أكثر الإرهاب من الإرهاب اليوم إلى معسكر الاعتقال المكان الذي يختبر فيه النظام الشمولي بفرضية الإديولوجيا أن هذا الإنسان لم يعود ضروريا عبء هذا الإنسان أصبح عبء ولا بد من التخلص منه الشمولية أكثر من مجرد نظام سيئيس في كتابها النظام السمولي يعني تجد بأن أوجه يعني التشابة بين الفاشية والشيوعية أهم من الاختلافات بينهما ويمكن وضع كلاهما في فئة واحدة مقولة واحدة الشمولية تنظر الفيلسوف بشكل أساسي في حالتين ألمانيا النازية والأتحاد السوفيتي في نسخة ستالينية زد على ذلك أن الشمولية هي ظاهرة تحشود تحشيد تعرف أرانة هذه المجموعات بأنها مجموعات غير منظمة وغير متبلورة وترفعها جهزة لجميع التحول وتجميع المغامرات لقد كانت الرأسماري هي التي جعلت من الممكن تحول الناس بشكل جماعي من خلال تدمير التضامن التقليدي تنتمي الشمولية إلى الجماهير تنتمي الأشخاص إلى الجماهير لم يعد بإمكانه من اندماج في منظمة تأسست على مصلحة محدة مصطلح الحشود كما عرفته حنقالت ينتبرت بشكل فقط على الأشخاص الذين إما بسبب عددهم الهائل أو من قبل لا يمكن دمج دمج في المبلات أو لهذين السببين في أي منظمة تأسست على المسلحة المشترك سواء أن كانت الحزاب السياسية أو المجال السبري أو المنظمات المهنية أو النقبات في الواقع الجماهير غير مهتمة ومشوشة عقلية مهنونة قدرتها الكبيرة على قبول الإيديولوجيا ووضع عن موضع التنفيذ يتطلب الحفاظ على عالة عدم الاعتمام هذا حذر أي مجموعة مستقلة يمكن أن توفر بنية بديلة وهكذا فإن فترة سعود الشمولية تتميز بالعدمية طعم الفوضى والخراب على هذا نحو تقدر القومية لدعوتها إلى العنف والأمر الذي يسعد الناس بعمق يعني يتم تقدير يعني تقدير القومية من طرف الحشود لدعوتها إلى العنف الأمر الذي يسعد الناس بعمق مبهرة بهذه العادمية المرادفة للحقيقة الوحشية تشكل النخبة بعد ذلك تحالف مع الشعب شمولية تضمن هيمنة الحزب تتميز لحزاب الاستبدادي بديولوجية وبنية طائفية من ناحية تنقل خطابا قدريا يشبه من بعض النواع أساطير مجتمعات البدائية يتم تدعيم يعني بحث عن الدعم الشعبي حتى من المتعاتفين على هذا العبث الجماعي الذي يتم الحفاظ عليه من خلال تخوز جماعية عظيمة وليس حرق قناعة شخصية وعقلانية بالنسبة لعضو العزب الحزب هو كل شيء لدرجة لا يوجد إلا بقدر ما ينتمي إليه لم يمكن المرأة أن يتوقع مثل هذا الولى تكتب حنة أرند في ناس الاتجاه فقط من الإنسان المعزول تماما الذي بدون روابط اجتماعي أخرى مع العائلة والأصدقاء والرفاق والمعارف البسيطة يستمد شعور بوجود ما كان في العالم فقط من الانتماء إلى حركة إلى حزب هذه الكلام مذكور في كتابها حنة أرند النظام الشمولي من ناحية أخرى فأن الأحزب التي تفضيل الشمولية تشكل مجتمعا منظما على وجه التحديد حسب درجات التنشئ الحد أن حنة أرند تحدثت عن جمعية سرية تأسست في وضع النهار للقاعد مكانة خاصة هناك في النظام الشمولي مسؤولية كاملة ومجموعات المتحدة من خلال المجتمع من التواتق معه يعود قمع نير فضاء العام وإنهاء الحكم بالقانون من أعراض حلال الدولة في الحزب من هذا المنترق تجد الشمولية جوهرها في الخراب تعرف حنة أرند هذا المفهوم على أن الوضع الجماع الذي يتسم بالتلازم بين الإرهاب والإيديولوجيا والجماهير يرتبط الإرهاب أولا قبل كل شيء بقمع حريات خارجية وغياب الذات الحرة القادرة على تهديف أهداف عملها بعد ذلك تقوم الإيديولوجيا الشمولية بقمع الحرية الداخلية من خلال أدعاءاتها الشامل والباطنية تحرر نفسها من مواجهة الأفكار والتجارب التي تطلبها البحث عنها الحقيقة لي غناء عنه للعزب من أجل كسب الجماهير ويتسم بالأولوية المعطاة لتماسك الرسالة على رغم الحقاق وبتبرير الفعل الحالي بإحساس مزعوم بالتاريخ وصفت حن أرض الطابع العلمي للدعاء الشمولية من خلال التركيز التي تضعه بشكل شبه حاصر على النبوء العلمية بدلا من الإشارة الأكثر تقليدي إلى الماضي يعني في الممارسة العمارية ودين الإيديولوجيا الشموعية في أئة من البشر أعداء موضوعين للنظام تعتبرهم أعداء موضوعين للنظام بالنسبة يعني للأراندت فإن هذا الإخلاق المزوج للمساعات الخارجية والداخلية له تأثير من تفزيقي عنيف فهو يشرد الإنسان من إنسانياته واقتلعه من علمه الأصلي من خلال حرمانه من الحرية التي تنتمي إلى جوهاره تؤجي الشمولية إلى موت الإنسان داخل حياة نفسها بهذا المعنى الشمولية هي شكل جديد من أشكال الحكم يختلف عن الأسبداد والديكتاتورية منطقة ويحاول الأفراد إلى ترس اجتماع أعمى خدمة إيديولوجيا قوية وحازمة والبيروقراتية وتكنولوجيا ووجود الجماهير تعزز عدم التسييس الذي مهد الطريقة لأنظمة لهم من الشمولية تقوم شمولية بتفتيت الجسد الاجتماعي البشر المجزئون يصبحون يتم استيعاب في كتلة مجهولة خاضعة لسيطرة زعيم واحد وكل القوة إنه في الواقع شكل معدد من أشكال السلطة التي يؤسس لنظام جديد لهم قارناتهم بالأنظمة المعتادة مثل الاستبداد أو الدكتاتورية أو الطغيان في ذل الاستبداد أو الطغيان أو الدكتاتورية فإن الحاكم يعق أو يقتل إذا رفضت الإنسياع إذا تعونت فلن تخاطر بشيء يمكن الفرد الاحتفاظ بحروريتي في التفكير دون تعبير عنها نحن نطالب فقط أن يتيع دون مقاوم لكن بالنسبة للزعيم الشمولي فإن من وافق ليس له قيمة أكبر من الذي يعارض إديولوجيته سيتم قمع كليهما الذي يوافق والذي يعارض بغض النظر عن آرائيهما إذا أرأت الدولة أنهما غير ضروريين وعبء على المجتمع شمولية ليست فقط نظاما لدي رعم أي معارضة بل إذا النظام يقضي على أي شيء يعتقد أنه غير مفيد في الحفاظ عليه وحيان يتعين على لقاء تعليق الحقوق مؤقتا في أوقات الحرب أو ارتكاب انتهاكات معينة للحقوق من أجل باسم يعني انتهاك باسم قوانين الدول لكن هذه الجرائم هذه الجرائم يعني مؤقتا أو لا تستهدف إلا المصلحة العامة واجب تبريرها تتجذر الشمولية في سلوك الإجرام الدائم حيث حقوق الأفراد لقي مثل هالكين كيف نفسر بقاء تمييز العنصر في السياسية السياسية الدولية بقاء الشمولية وتدى توقف الأنظمة التي تدعى الديمقراطية عن إعادة إنتاج الإزدراء لكرامة المواتنين إذن هذه مدخلاتنا حولها حانا آرنت وصول الشمولية معركتها مع الشمولية وتمنى تكون هذه المدخلة قد نيلت رضاكم إلى لقاء في مدخلة قادمة إن شاء الله شكرا جزيلا